نظمت جامعة طنطة قافلة بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة واللجنة الطبية العليا والاستغاثة بمجلس الوزراء في قرية ميت حواي بمركز الصنطة ووقعت القافلة الكشف الطبي على 1282 مواطنا مع صرف العلاج لهم بالمجان وتحويل 66 حالة إلى مستشفى طنطة الجامعي لتلقي العلاج كما شهدت القافلة زراعة 50 شجرة مثمرة في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ومحو 130 مواطنا